كما التقى الرئيس سيسي في مدينة بريست الفرنسية مع رئيس وزراء نرويج يوناس تورا وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيس سيسي أعرب عن تقديره للعلاقات التنائية التي تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة وأكدان التطلع لتعزيز التعاون التنائي مع الجانب النرويجي فضلا عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك من جانبه أكد رئيس وزراء نرويج حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر مشيرا إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومعربا عن تطلعه لتكثيف أطر التعاون التنائي بين البلدين ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات محل الاهتمام المشترك خاصة مجالات الطاقة والتبادل التجارية فضلا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقلة كما تم ملاقشة سبل التعاون بين الجانبين لتأمين وتسهيل أنشطة الملاحة الدولية خاصة في ظل أهمية قناة السويس كأحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة الدولية مع بحث إمكانية الدفع نحو صياغة آلية للتعاون الدولي لتحجيم التلوث البحري في ضوء الدور الرائد للدولتين في هذا الصدد شهد اللقاء أيضا تباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث أعرب رئيس وزراء النرويج عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي يمر بها محيطها الإقليمي المطارب ترجمة نانسي قنقر